بسم الله الرحمن الرحيم وأرسل لي بصور هذا الحجر وجدنا صعوبة في تحديد نوع هذا الحجر وتبين أن هذا الحجر يسمى بالسيريندي بايت حجر السيريندي بايت هو حجر نادر جدا من أحجار السيليكا اكتشف أول مرة عام 1952 في سريلانكا وسمي باسمه تيمنا بسيرينديب الاسم القديم الذي أطلقه العرب على سريلانكا يتركب حجر السيريندي بايت من مزيج من كثير من المعادن هي الكالسيوم والسوديوم والماغنيزيوم والحديد والألمنيوم والسيليكا ومعدن البورون وجد الحجر في العروق التي تحوي معدن البورون في صخور الكاربونات التي تتداخل مع صخور الغارنت ومن الأحجار التي وجدت في أماكن وجود السيريندي بايت هي الكالسايت والأباتيت والغرافيت والتيرمولايت والسكابولايت بالنسبة لألوان السيريندي بايت يمكن أن يكون بلون أصفر شاحب أو بلون أخضر مزرق أو لون رمادي مزرق أو بلون أسود هذا الحجر الذي نراه هو بلون فيه ألوان الأخضر والأزرق والصفر بالنسبة لأسعار أحجار السيريندي بايت فإنه يعد ثالث أثمان حجر مجوهرات ويمكن أن يبدأ سعر القراط من 100 دولار للقراط للأنواع المتدنية لللون الأسود ويرتفع السعر إلى ألف دولار للألوان الصفراء المخضرة كما يمكن أن يرتفع السعر إلى ما يزيد عن 18 ألف دولار للقراط وهناك أحجار تزيد عن 150 قراط في الوزن وصل سعرها إلى ما يزيد عن 5 ملايين دولار للحجر الخام يمكننا تمييز أحجار السيريندي بايت من خلال معرفة قساوته إذ أنه يتمتع بقساوة تتراوح من 6.5 درجات إلى 7 درجات على مقياس موس كما يمكننا تمييز أحجار السيريندي بايت من خلال معرفة كثافتها إذ أنها تتمتع بكثافة تتراوح من 3.52 ولغاية 3.47 طبعا إخوة الكرام هذا الحجر وجده أحد أصدقاء القناة كما ذكرت لكم وتمكننا بعون الله وحمده من تحديد نوع هذا الحجر له وأردت عرضه عليكم لأن هذا الحجر فريد جدا وجميل جدا طبعا إخوة الكرام أنا قبل أن أضع هذا الفيديو على قناتي استأذنت من صاحب الحجر بوضع فيديو على قناتي وهو أرسل لي فيديوهات لهذا الحجر دبلجت عليها صوتي لعرضها وأنا الآن أطلب منه أن يضع طريقة التواصل التي يفضلها لمن يريد الاستفسار عن هذا الحجر في أول تعليق أسفل الفيديو نتمنى له ولجميع المشاهدين الخير والتوفيق وإن شاء الله عز وجل سنبدأ بعرض فيديوهات لأحجار يمتلكها أصدقاء القناة على أن تكون هذه الأحجار فريدة ومميزة فتكون في ذلك فرصة للهوات الباحثين عن علوم الأحجار الكريمة لمشاهدة الأشكال المختلفة والمتنوعة للأحجار الكريمة والتعرف على صفاتها ومميزاتها للتفريق بينها وتحديد نوعها ويكون أيضا فرصة لأصحاب الأحجار الكريمة في تسويق أحجارهم والترويج لها وعرضها فتعهم بذلك الفائدة على جميع المشاهدين وأصدقاء القناة وأنا أتمنى بإذن الله عز وجل الخير والتوفيق للجميع في نهاية هذا المقطع أتمنى أن يكون المقطع قد حاز على إعجابكم إذا أعجبكم المقطع أرجو الضغط على إشارة لايك وسبسكرايب للاشتراك في القناة لمتابعة كل ما هو جديد لنا من مقاطع وأيضا لمتابعة مقاطعنا القديمة وكذلك تشجيعا لنا لإعداد المزيد من الفيديوهات التي تتعلق بعلوم الأحجار الكريمة والعلوم المتنوعة إلى أن نلتقي في مقاطع أخرى بإذن الله عز وجل بأمان الله وحفظه أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته